تقرير عن تدهور وضع مياه الشرب والأوضاع المعيشية الصعبة في حي حصير أباد بالأهواز حي حصير أباد هو أحد أحياء الأهواز القديمة يقع هذا الحي في شارع كارون وعلى منحدرات التل يلعب الأطفال في بيئة غير صحية دون أي مرافق رفاهية في أزقة بحالة مزرية وخراطيمة وأنابيب المياه ممتدة في كل مكان على سطح الأرض يتم خلط مياه الأنابيب المكسورة بمياه الصرف الصحي وتخلق حالة صحية ضارة يستخدم بعض الناس مضخات صغيرة لتزويد المياه أصبح نهيار تربة التلال على المنازل السكانية والمنحدرات الشديدة وصعوبة الوصول إلى طرق المرور وكذلك القمامة المتبقية في الشوارع مشاكل لا يمكن التغلب عليها في هذا الحي تبقى أزقة حي حصير أباد مغمورة بالمياه المتجمعة لأيام بعد هطول الأمطار لم تهتم بها البلدية عرضت حراحة الناس للخطر يتشابك التهمش والفقر والإدمان في شوارع حصير أباد تسببت المرتفعات غير المحمية في بعض أجزاء الحي في سقوط الأطفال وحتى البالغين يقول أهالي الحارة إنهم يجب أن يبقوا مستيقظين في الليل حتى الصباح حتى يتمكنوا من تبادل الأدوار للحصول على الماء لمدة ساعة إلى ساعتين لم يتخذ المسؤولون في المحافظة أي أجراء وهذا الوضع مستمر منذ عشر سنوات ترجمة نانسي قنقر